بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنعرض الآن المشيينيك وبريشنز وهنا نعرض منهم الفيسينج والكنتور ترنينج والشامفرينج والكاتوف وإثريجن دي بعض العمليات اللي بنستطيع نحن نعملها على السي اني سي ترنج سينتر بقينا نشوف الفيسينج فبيقول لي تول إز فد راديلي انوارد يبقى التول اتجاه التول بيبقى عمودي على الأكسس of the workpiece عشان أقدر أعمل عملية الفيسينج واللما باقي أعمل الكنتور ترنينج بيقول لي انستيد of feeding the tool parallel to the axis of rotation tool follow a contour that is other than straight thus creating a contour for إزاي العملية دي بتتم وإن أنا عندي لما باقي بعمل الانكتودون ترنينج الخراطة الطولية وإن أنا بمشي على المسار أو على الخط اللي أنا عملت وده اللي هو بيبقى parallel to the axis of the workpiece وإن أنا لما باقي بعمل الكنتور ترنينج أنا بعمل التول إنهو يتحرك follow the contour الكنتور ده اللي هو بيديني الشكل إنهائي اللي أنا عايز أشتغل عليه بنيجي بعد كده بنعارض للشامفرينج إزاي أعمل التشامفرينج بيقول لي cutting edge cuts in an angle on the corner of the slender forming a تشامفر طبع عشان أخلق التشامفر أوعمل التشامفر أني عندي alternative feeds possible أني أنا أمشي أول حاجة أني أنا أمشي عمودي على الaxis of the workpiece أو أني أنا الطريقة لخة أني أنا أمشي مواذي للaxis بتاع الworkpiece عندنا بعد كده threading بيقول لي pointed form tool is fed linearly across surface of rotating workpiece parallel to the axis of rotation at the large feed rate thus creating thread يبقى إذن عشان أخلق الثرد زي ما احنا شايفينه قدامنا هوا اللي form generated surface اللي هو الثرد اللي موجود قدامنا إني أنا بيقول لي إن أنا بخلي pointed form tool يتحرك ب large feed rate موازي لمحور الشغلانة للaxis of the workpiece عشان أقدر أخلق أو أعمل creation للثرد نيجي للparting tool أو cut off tool يقول لي used for machining grooves in the outside diameter and cutting off the component يبقى إذن لي two jobs أول حاجة إن أنا أعمل بيه الغروف زي ما هو بيين قدامنا هو أنا أعمل الغروف أو إن أنا لما بخلص الworkpiece وعايز أبدأ أعمل التشغيل على workpiece أخرى فده أعمل بيه cut off أو إن أنا أخلص بيه الشغلانة عشان أجيب أبدأ أعمل إيه الشغلانة الجديد